الكرة من احمد قطميش في القائم الاول فرصة كبيرة جدا والادا افوال هدف جول 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 لمصلحة بلاطا عن طريق اللاعب راشد مبروك في الدقيقة 27 بلاطا من اقل الفرص يسجل ويعاقب المكبر على اهدار الفرص الكثيرة والعديدة هدف اول بعد فرصة يعني كانت مواطية جدا اضعت على راشد لكن في الثانية كانت كفيلة والثانية ثابتة بهذه الطريقة احمد قطميش يود كرة تمر على المدفعين يتفرجوا فيها وراشد مبروك يلتف براحته وشوت براحته في شباك الحارس احمد سلامة 1-0 لبلاطا 1-0 للجدعان عن طريق اللاعب راشد مبروك الهدف الاول اذا اسبقية للازرق بلاطا في هذه المباراة اسبقية بهذه الركنية اللي مرت على مهدي مرت على الجميع حسن منع هشام الصالحي ممتازة عنده شهاب فرصة باتجاه عويسات هو عبدالله مش بها عبدالله عويسات دخل ايضا في التشكيلة تبدلات اربع لمصلحة فريق المكبر خطيرة جدا والهدف نعم جول 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 هدف التعادل يأتي بعد معاناك طويلة شهاب القنبر يدرك التعادل هدف لهدف الان في مجريات المباراة اذا هدف للا مكبر هدف التعادل في الدقيقة الثلاثة وستين بعد عرضية ملعوبة من عبدالله عويسات تمر على زيد ما مرت على شهاب في المرة الاولى انقذها ابو سليم لكنه لم يتمكن من انقاذها في ثاني مرة لانه هاي المرة مش ممكن تضيع هي على عتبة المرمى هي على خط المرمى خلاص الكرة الان اتراضي وتمشي بعد ما عاندت لعبي فريق المكبر لساعة كامل القرعان الى السائد خاطئة من سائد خاطئة من سائد خاطئة من سائد فرصة هل يستفيد من الخطأ بهارة بايعة يشوت في المدافع يرجع زيد القنبر يلعب كرة عرضية عند شهاب القنبر والهداف جول 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 ثاني الاهداف مرة اخرى شهاب القنبر هو من ينقذ المكبر في عز الازمة الهجومية والمعاناة الهجومية من حظك يا بختك لانه عندك شهاب القنبر يا مكبر زيد يلعب كرة خاطئة من عبادة يحطها وين عبادة على قدم شهاب يا شهاب هاي المرة يسجل مرة جديدة ثنين واحد للمكبر ثنين واحد والهدف رقم ثمنتعش او سبعتعش لشهاب القنبر هذا الموسم زيد يحط كرة سهلة المدافع تأخر ضيعها عبادة وشهاب هنا لا يمكن ان تضيع على طول هذه السرعة في التعامل مع الكرة والدقة في انهاءها والفنش امكانيات استثنائية لمهاجم الصندوق شهاب القنبر فلا إستثنائية ?!